بعد الصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بكم معي في قناتي رجعت لكم اليوم في وصفة اخرى من وصفاتي هذا الوصفة هي تحلية جي رائعة في المذاق التحارهي بلبنات راح نبدأ على بركة الله في تحضير هذا الوصفة تعليم راح نحتاجه في هذا التحليه الى هذا النوع من البيسكوي اللي راح متوفر في المحلات و راح نحتاجه الحليب كما راكم تشوفوا في المرحلة لبنات تقدر تغطسوا البيسكوي تحكم في القهوة سريعة الذوابان كما قدرت انا اغطست بسكوي تاعي في الحليب و ارادت من مول كما راكم تشوفوا و راني نحط فيه هكذا في المول اللي راح نوجد فيه التحليه هاذي نكمل ان نغطس هذك البيسكوي في الحليب و ننستفو هكذا في المول اللي راح نوجد فيه التحليه ثلاث كيسان الحليب ثلاث كيسان الحليب ثلاث ملاعق ثلاث ملاعق ثلاث ملاعق ثلاث ملاعق ثلاث ملاعق ثلاث ملاعق ثم نزيد ثلاث ملاعق و نصف السكر نخلط هذه المكونات نضيف الحليب و الحليب و السكر ثم نزيد كايس لفاني نضيف الفرن ونحرك حتى يدي لي هذا القوام نضيف قطعة جبدة ونجيب البطور ونخلط مليح هذا القوام نضيف القوام كريمة 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 نحاول نوزها فوق هذا البيسكويت اللي شمخته بالحليب بالنسبة للكميين الكريمة كنت بغي تكون طبقة تكون سميكة ضع فوق المكونات أنا هنا مبغيتش نجيغل ذوق الكريمة فقط كنت بغيها حتى نحسوا بالبنة نستخدم البيسكويت نبدأ ناكله في هذه التحلية نكمل نوزح كامل هذه الكريمة ونجيب نزيد الطبقة الثانية ننتح هذا البيسكويت نعاود نشمخه هكذا بالحليب وندير الطبقة الثانية كما راكم تشوفوا نكمل البيسكويت هكذا نستفه كامل على السطحة نستخدم البيسكويت من بعد نجيب الكريمة اللي بقات لي ضفت هنا اه تحذف لي هذا المقطع ضفت هنا تقريبا نصف كاس صغير كما راكم تشوفوا انتع حليب وضفت ملعقة انتع الشانتيه وانتو مائلة تزيدتكم الكريمة وكنتو بغيين انها تكون متكاثفة كما في الأول تقدروا تحطوها عادي أنا هنا بغيت نديرها تكون خفيفة شوية ضفت ملعقة انتع الشانتيه وتقريبا نصف كاس صغير انتع الحليب راح نوزع هذا الخالط ولا هذي الكريمة على السطحة انتع البسكويت شوفوا القوة متاحة كيما قلت لكم انتم تقدروا تحطو الكريمة كيما كانت كثيفة ولا متماسكة في الأول بلا ما تعودوا تجرها كيما هكذا هكذا نوزعها بطريقة سهلة على السطحة كيما راكم تشوفوا هذي التحليس سهلة في التحضير بعد ما اوزحت هذي الكريمة كاملة على السطحة انا نضغيتش نزيد ندير طبقة واحد اخرى فقط هذي التحليس خفيفة متكونش سامكة كما اللولا هذي هي من بعد جبت كسر ولا ولا قدر كما قلت لكم ورح نحط ثنين كيسان ونص سنتاع الحليب رح نوجد بهم البودنج الشوكولاتة بارد في بارد كما راكم تشوفوا ورح نضغط ثنين كيسان ونص سنتاع الحليب كما قلت لكم وكيس تاع بودنج شوكولاتة رح نحرك مليح بارد في بارد كما راكم تشوفوه ورح نضغط فوق النار ونخليه كيسان خليطة شوية رح نجيبوه ونفرغوه فوق التحلية التعنى إذا هذا يحتبر كطبقة نزين بها التحلية التعنى هكذا رح نفرغوه مباشرة انه هو سخون قبل ما يجمد هذا البودنج شوفوه مباشرة رح يجمد نضغط تحلية التعنى رح ندخلوها للثلاجة بالنسبه للمقبل كي نديروا المرحلة التعنى ننسيتمها ندخلوها للثلاجة وعودوا خرجوها وحضروها البودنج وديروها كما راكم تشوفو من بعد ندخلوها للثلاجة انتم معطولها الوقت الكافي يتمسكوا هذك الكريمة وهذك البودنج تقسموا التحلية انا هنا ما كانش عندي الوقت رحت بعد ما خرجتها من الثلاجة خليتها وقت قاصير خرجتها من الثلاجة وجبت قسمتها كما راكم تشوفوه كانت الكريمة ما زالت ما تمسكت شمليح والبودنج ما زالت ما تمسك شمليح إذا انتم معطولها الوقت الكافي مثلا تحضروها في المساء وتقدموها الغدوة من ذاك هكذا نقسموها بالنسبة للتزيين تقدروا تزيدوا مرحلة واحدة اخرى تزينوها بكش مكسرات انا اكتفيت بهذا البودنج تقسموها تقسموها بهذا الشكل اذا كما راكم تشوفوا في الصورة طبقة الكريمة البيضاء وهذا البودنج طبقة البودنج الشوكولاتة صدقوني البنات هذه التحلية جي لذيذة جدا هايل 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 وما تدينش لوقت تقدروا تحضروها فقط تخلوها تتماسك في الثلاجة تحضروها في وقت قصير بعد قسمت لكم قطعة من هذه التحلية سنقسم لكم كيف تجلقوها كريمي وهذا البسكوين مشربة مليحة ستقوني هذه التحلية هايلة ورح تحجب العائلة والله الضيوف بالاضافة لانها جاء خفيفة ورح تستمدعوا بهذاك المذق التحاء الكريمي وفي الاخير ما ليه غير نقول لكم اذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا منيش باللايكات وبرجي والفيديو مع الاحباب والاصدقاء اتلقوا في فيديو اخر ان شاء الله في امان الله سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة